اذا كنت احتاجا كباية لبن انا نحتاجة كوباية من اللبن ومحتاجة خلط كوباية لبن وخلط وجبنا عريش من بتاعتنا الوصفة دي انا عملتها حوالي من 3 سنين الوصفة دي انا عملتها حوالي من 3 سنين وكانت أفضل طريقة وعايزة أقولكم على حاجة ان احنا فكرنا فيها أو عملناها لما لقيت ان الكيلو بيتباع بره بالشيء الفلاني من 3 سنين دلوقتي الجبنة دي بقت بكامل اللي هي الكريم اللي هي مناكهة بنكهاتها يعني زي ما انت عايزها هدير قالتلي ان الكيلو بيتباع منها بمية جنيه فاقري هدير الفيديو ده قالتلي قالتلي فاقرة قالتلي الكيلو بيتباع بمية جنيه مية جنيه إيه اللي أجيب بيه جبنة عندي جبنة قريش وعندي لبن بس مش عايزة أختر من كده ولما يكون عندي جبنة حدقى قريش ومش عايزة انني تترميها ومش عارفة تتصرف فيها ازاي دي أنسى الطريقة تعملي بيها دي أنسى الطريقة تعالجيها بيها يتحط عليها لبن وصيبها زي ما هي تكليها قريش سادة اما تنكيها بقى منكهات بتحب الجبنة الشيدر بتحب الجبنة الرومي بتحب الزتون بتحب البسطرمة بتحب الفلفل الحامي كل دوت هيتعمل كل ده هيتعمل وكل اللي محتاجه لبن وجبنة قريش هعمل كده وعمل اللي انت عايزة ونكيه اللي انت عايزة ما عنديش أي مشكلة الحاجات دي مش هحطها في الخلاط النكهات دي الفلفل والبسترمة والزتون والجبنة الرومي والكلام ده كله مش حطوا في الخلاط أنا عايزة يبقى واضح أمال إيه لا هيتحط في الخلاط يا نونة هحط الجبنة القريش وهحط اللبن بسم الله الرحمن الرحيم خلاط جبار جبار بص المنظر إيه ده إيه الجبنة الكريمي دي يا ناس إيه الجبنة الكريمي اللي اتعملت في الخلاط دي شايفين اعمل الكيميه اللي انت عايزها عندي جبنة قريش في البيت ومش عارفة تتصرفي فيها ازاي دخلت مدارس ومش عارفة تعملي إيه جبنة القريش دربي في الخلاط يا ست الكل حطي النكهات اللي انت عايزها ولادك بيحبوها بالزتون بيحبوها بالبسترمة بيحبوها بالفلفل الحامي زي ما انت عايزة ثانية واحدة زي ما انت عايزة كل ده بعد كده كل ده بعد كده يتعم معانا بصوا بقى كده حطينا بالبسترمة بالشكل ده بقى عندي جبنة كريمي بالبسترمة وقطع البسترمة ظهرة قدامك ما شاء الله اللهم بارك عندي ايه كمان عندي جبنة كريمي بالزتون بالشكل ده كده بالمنظر ده اعملي السندوتشات اللي تعجبك عندي جبنة كريمي بالفلفل وكلها في الاول وفي الاخر جبنة قريش كلها في الاول وفي الاخر جبنة قريش عملنا لها اعادة تدوير وفي نفس الوقت عملنا حاجة بتتباع برا والله العظيم هزير بتقول ان الكيلو باقي منها بيتباع بمية جنيه وفي الاخر هي جبنة قريش يا جماعة والله العظيم يا سلام بقى لو عملنا الجبنة القريش نفسها في البيت على قدينا زي ما تعودنا وعملناها قبل كده كتير نعمل الجبنة القريش في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ونروح عاملين عليها النكهات دي يبقى احنا تحكنا على المحلات وبدل ما في كيلو بمية جنيه ده احنا عملنا جبنة القريش في البيت وعملنا كمان الحاجة كلها في البيت ومش محتاجينكو في حاجة